لمصر والنادر المنصورة أنت تشكر كابتن لا والله وحيات ربنا هنسمع كابتن سامي الطحان هيقولي ونرجع نكمل كلامنا كابتن محمد بيدير أو ميمي بيدير زي ما احنا بنقوله لعيب أو نجم كبير جدا طلع في نادر المنصورة في جيل اللي هو 72 الأول مرة المنصورة تطلع ده دوره ممتاز كان لعيب مميز طول عمره وقوي ومفنياته عالية جدا وبعدين احنا كنا متوقعين اللي هو هيتنقل نقلة كويسة واحنا كنا بنلعب وهو كان لسه بادئ كان النادي الأهل عايزه كابتن صالح سليم والكابتن فتح نصير والحاج عبده الجوم هنا عشان ياخدوه والجماهير وقفت للمحافظ قالت له ما تشلوهش ومجلس الإدارة كان أياما كابتن حسين حويدا قال للمحافظ لو بدير مشي احنا نمشي كمجلس إدارة من موهوبته الكبيرة وكان لو هو كان راح النادي الأهلي كان هيبقى في حتة ثانية خالص وبرغم ذلك اجتهد على نفسه ودخل المنتخب ودخل المنتخب بأساسي في المنتخب لعب مع كابتن مصطفى يونس ولعب مع كابتن مار همام كان أساسي لغاية السنة بتاعت لعب مطش تونس هنا وهناك وكان كنا احنا بقى ايه كان زمان في السبعينات كانت تلفزيونات قليلة ما كانش زي دلوقتي كنا نروح نتفرج عليه في القهاوي فرحانين اللي واحد من عندنا من المنصورة بيلعب في المنتخب جنب الخطيب وجنب أحمد عبد الباقي وجنب اللعابة الكبار الجيل العالمي ده لو كان موجود دلوقتي كانوا يبقوا بالملايين فاحنا كنا فرحانين بالكابتن بيدير ده فرحة غير عادية وكنا احنا واحنا صغيرين كنا احنا هما تسعى في المنتخب في المنصورة كنا احنا بنلعب وبناخد فرصتنا وبنروح للمعسكرات لما هما في المنتخب غير كده كان العدد كبير جدا فمكانش حد بيقدر يلعب وبعدين الجيل ده بتاعنا منصورة الجيل الدهبي ده جيل كان باسم الله ما شاء الله مفيش إصابات مفيش إنذارات مفيش طرد فكان هما أساسيين كان بيعتمد عليهم الكابتن ميمي الشيربين يعني تخيل حضرتك كان الجن سطوحي وصروت فرج وبدير والهادي والشال وسعد سليته وبدى وحمودة والشاكر والبابل كلهم في المنتخب أساسيين فكان الاهل هنا بيجي يعمل لهم ألف حساب كابتن بيدير ده كان عنده مقولة مشهورة للعيبة أو المهاجمين يقول لهم هاتون تجون وما لكوش دعوة يجيبوا جون والكابتن بيدير صمام أمان لفرقة المنصورة محافظ على الواحد صفر والجمهور هنا يخرج ويبقى مبسوط جداً كان أصلا الجمهور المنصورة لما يشوف الكابتن بيدير أول ما ينزل رقم خمسة بيسخن بيبقى فيه طمأنينة عند الجمهور والناس كلها بتبقى مبسوطة لأنه كان لعيب كبير جداً ويمتاز بالخلق وهادي طباع ومتوضع جداً كلعيب أما كمدرب هو ما خدش حصده التدريبي كويس في نادي المنصورة هو اشتغل ببرة واشتغل هنا مسك فرق درجة تانية ومسك المنصورة دي من سنتين ثلاثة الفرق كانت في موقف وحش وجاله تكليف من وكيل وزارة الشباب والرياضة اللي يمسك الفرق وكان معاه كابتن صاروط وكان معاه محمد رياض وكان معاه كابتن سطوح ومعاه كابتن درويش دولة تمسكهم الفرق وأنقذوا الفرق من الهبوط وكان كل ده مجاناً ماخدوش ولا جنيه هو مدرب كبير جداً لكن زامر الحي لا يطرب في بعض الأندية في الأقليم يعني هو كان لازم يمسك أكتر من كده ويمسكه في المنتخبات كان مدرب بس في المنتخبات الناشئين لكن هو مستوى أعلى من كده بكتير لكن هو دايماً منطوع على نفسه وما بيعملش مشاكل درب درب ما دربش ما دربش يقاعد وربنا كرمه هو شخصية جميلة جداً وراجل محترم جداً وكلنا بنحبه هتقول إيه لأبوكبات؟ الله سامي من الصحفيين أساساً سامي صحفي أو منذوب لجريدة الجمهورية في المنصورة صحفي عنده حس الرياضي وعاشق وابن النادي كناشئين نعم فأنا بشكوره طبعاً لأن ده كلام كبير علي قوي يعني بشكرك أسامي وربنا يديك الصح طب إحنا معي الكابتن عماد الغندور حادث مربا نادي المنصورة السابق وبرضو بعتلك كلام وعايز يقولك حاجة كثيرة قوي والنادي الأهلي كمان والنادي الأهلي آه فهو بعتلك رسالة عاوزك ترد عليه طبعاً الكابتن